أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطقوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة وأنخذات الأكمال والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مالج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجع البحرين بينهما مرزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المشرقين وله الجوار المشرقين في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فالي ويبقى وجه ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها فقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من مقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نال ولحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت ورغة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عاذا به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذوا من نواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم مال فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 من دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينها من الضغطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكية ونصر ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات العسام فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلفن ينسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على عفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تباركس ربكما بالجلال والإكرام ترجمة نانسي قنقر